اليوم خاصة بتتذكر فترة الحرب وقتا بلشت الحرب بالغزة وكان في خوف من اندلاع حرب بلبنان وصار بتحس اللبنانية كمان حضرتك عنديك اطلالة وكانوا ناطرين حتى المنجمين وحضرتك قلت ما فيه وفي اشخاصهم صاروا يقولوا طب انو وصلنا ببلد انو بطلنا ننطر سياسيين صرنا مننطر ماجي فرح وكتاب الابراج او المنجمين تما نسمى شخص يقولوا لنا اذا في حرب يا ملاقنا كل الناس قالوا السياسيين كل يلي اعتبرتين منجمين يعني المبصرين كله نعتبروا انو في حرب حتى سمعتين وينما كان بعضول هلا بقولوا احنا ابواب حرب وممكن الحرب تصير وانطبهوا وتمونوا وطلعوا وانزلوا انا قلت لهم ما فيه حرب انا ما قلت ما فيه حرب لعدة اسباب يعني تحليل لعدة شي فلكيا وسياسيا في عندك اذا بتعت تفهمي بالسياسي وصالك زمان عم بتمرسي العمل الاعلام المتعلق بالسياسي بتعرفي انو الحرب منع على الابواب ومنع اي حرب لبنان مشال هلا بتعمل حرب اقليمية والحرب الاقليمية ممنوعة خاصة قبل الانتخابات الامريكية وخاصة لأسباب معينة مقلة يفادي لحدا يعني كانت كراءة صحفية اكتر كراءة ايه كراءة صحفية اكتر من علم ابرار بتكون انا صادقة وانا عادة صادقة في معلومات معلومات من من ناس كتير بيفهموا بها الموضوع وكتير لهم علاقات انو ممنوع على الحرب باللبنان فيه قرار بعدم توسيع الحرب باللبنان وشفتي انو وقتا بعد ما قالوا بودو تطير المطار وبدو يصير هيك والسياسيين يطلعوا اكبر السياسيين يلي هن مفترض يكونوا عارفين بالموضوع طلعوا قالوا في حرب لا ما في حرب الحقيقة انو ما في حرب ضليتني مصرة وطلعت قد ما سمعتها طلعت قرولي كيف تتحمل هالمسئولية انو انا بتحملها لاني انا اكيدة اكيدة مصار في توسيع وبعد لهلأ بلليك ما في توسيع للحرب اليوم حكى كمان سيركيس نعوم عن موضوع مهم وقال انو بيزعل انو معدتي اليوم يعني اكيد صرت بتطلع على الشاشات كضيفة بس معدتي حضرتك المحاورة اللي بتصطديه في الضيف لانو بيعتبر انو الفترة اللي كنت فيها على التليفزيون كانت فترة زهبية بالإعلام وبيقول يا ريت بعدها ماكي فرح على التليفزيون بتقولي مثلو؟ بتقولي يا ريت بعدنا عم بحاور وعندي برناميش؟ يعني بتعرفي ما عم بفكير هيك بس اوقات بس اسمع حوارات بيزعل بقولوا هون شو كان لازم يقول وهيك وهون لازم يعملك انا كثير عندي حس وطني ومسئولية والإعلام عندي منو جسر لشي انا الاعلام ما عملته لا حتى انشهر ولا حتى قوصة الراكن لاني انا بحبه لانو انا شخص من يلي بحبه يعرفه الحقيقة بحبه يقوله الحقيقة ويضحضه كل شي كذب وغش للعالم بطبيعتي لكن ما بتنجح بمحل اذا مش هو بتجاوب مع طبيعتك اذا انت طبيعتك مثلا تحملي قضايا حلوة تعملي او دفعي عن قضايا حلوة تعملي محامية اذا انت طبيعتك مثلا الدواء بتحب تشتغلي بالدواء والاتشافات تعملي صيدلية اذا انت طبيعتك بتحب تعالم الطب تعملي طبيبة كل انسان عنده ميول شكرا